كاسينجر صانع الرؤساء وطائر في نيق الدبلوماسية الامريكية من صنع ربيع الدبلوماسية الامريكية الى خريف العمر ترجل هنري كاسينجر مثقلا بمئة عام تركت اثرها وندوبها على وجه الدبلوماسي الاكثر شهرة واثارة للجدل في العقود الاخيرة وبملفات لا تزال تمسك بتلابيبه حتى الرمق الاخير رحل وزير الخارجية الامريكي الذي يوصف بانه مهندس حل الازمات لا سيم مع المعسكر الشرقي بانتشال بلاده من مستنقع فيتنام وتخفيف التوتر مع الاتحاد السوفيتي وفتح قنوات التواصل مع الصين ولعقود من الزمن ظل كاسينجر واحدا من صانع السياسة الخارجية الامريكية سواء في منصبه كوزير للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد او كمستشار للامن القومي في واحدة من اشد المراحل حساسية مرحلة الحرب الباردة وهو فوق كل ذلك واحد من ابرز صانع الرؤساء في بلاده والرجل الذي وصفته صحيفة لوموند الفرنسية بطائر فينيق الدبلوماسية الامريكية عرف مسيرة متقلبة ومثيرة فكلما تلقى ضربة عاد لينطفض مجددا ويثبت نفسه عملاقا للدبلوماسية الامريكية بحسب توصيف وكالة الصحافة الفرنسية ولاحقت كاسينجر جملة من القضايا والاتهامات وصلت الى حد اتهامه بارتكاب جرائم حرب والتحريض على زعزعة استقرار دول عبر اطالة امد حرب فيتنام وتوسيع دائرة الصراع الى كامبوديا وتسهيل عمليات الابادة الجماعية التي حصلت فيها فضلا عن دعمه الانقلابات في دول امريكا اللاتينية ويذهب كاتب سيرته جريك جرانداين الى القول ان يدي كاسينجر ملطخة بدماء نحو ثلاثة ملايين شخص في العالم لكن من المفارقة ان الدبلوماسية الامريكية حصل سنة الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين على جائزة نوبل السلام مع نظيره الفيتنامي الشمالي لودوكثو لتوصلهما الى اتفاق لانهاء حرب فيتنام وعايش الرجل على امتداد قرن احداثا دولية لافتة ومفصلية من الحرب العالمية الثانية الى الحرب الباردة وصولا الى حرب الخليج الاولى والثانية بل ان الدبلوماسية الامريكية الذي فقد بعضا من قدرته على السماع وعلى الرؤية جيدا حرص في سنوات حياته الاخيرة على اصدار كتابين يهتم احدهما بالذكاء الاصطناعي ومخاطره وتحدياته.